يقول وحاول 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 إلا يرقى الموتر فوق وادعاس اللي هو يعليق الموتر قدامها علقت أما الحياة ولا الموت السلام عليكم وسهلا الخير يا جماعة الخير كيف حالكم طيبين إن شاء الله أو شيء الله يعطيكم ألف عافية شكرا على الدعم اللي قاعدين يتسوونه والله العظيم شكرا شكرا ما تعنيه الكلمة والله العظيم الشيء ثاني إذا أنت منت مشترك تشترك يا أخي والله ما بقي شيء على المليون باقي شيء بسيط مرة أحتفل خنجيب المليون ودرع المليون ونعلقه هناك وراء وسناب شات حقي القديم حذفته بحسابي الجديد راح تحصونه تحت في الزاوية ويلا خل نبدأ في قصة اليوم قصة اليوم يجعلها الخير أقسم بالله العظيم جبارة قريةها يمكن ست أو سبع مرات وأنا قاعد أقرأ القصة والله العظيم القصة جبارة لأبعد درجة في الله ما نبغى نطول عليكم قبل ما نبدأ في مقطع اليوم لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة حبيبي وعزيز المتابع وتفعل جرس التنبيهات أيها انزل تعاد وضغط على اللايك قصة اليوم يجمعها الخير ترجع للشخص اسمه سعود سعود هذا يعيش في منطقة ما راح أقول أن المنطقة هذه قديمة لا المنطقة هذه بين القديمة والجديدة يعني منطقة متوسطة كان سعود في عمر 16 سنة وتعالوا خلوني يعرفكم على عائلة سعود عائلة سعود مكونة من ولدين وأربع بنا طبعا سعود هو أكبر واحد في العائلة وكان يدرس في صف الثالث ثنوي على آخر السنة تعرفون يعني كل طالب في الثالث ثنوي عنده توجهات يبغى يروح له لأنه هي نهاية سنة يعني تحصل واحد يبغى يصير مثلا مهندس والثاني يبغى يصير دكتور والثالث يبغى يدخل التخصص هذا وتصير سوالف كذا على آخر السنة المهم سعود كان هدفه أنه يصير شرطي من يوم ما كان صغير ويقول هدفي أني أكون شرطي في أحد القطاعات الأمنية كان هدفي أني أكون شرطي وما هو شرطي عادي أبغى أكون في قسم الشرطة وضابط بعد يعني كان ناوي يكون شيء كبير في السلك العسكري هذا يقول الطموح هذا كان معايا ترى من يوم ما كنت بزر كنت أحب شيء اسمه شرطي يقول درجة كانوا أول الصغار اللي كانوا معايا إذا شافوا شرطي يخافون يقول إلا أنا إذا شفت الشرطي أبتسم وأستانس وأروح أسلم عليه يقول أحب لبسهم أحب أشكالهم أحب شخصياتهم يقول تعلقت في الشرطي يقول تعلقت في الشرطة بشكل مرة كبير يقول حتى يوم كنت صغير كنت دايما أتابع الأفلام كرتون اللي فيها شرطة وأحب أتابع الأفلام القديمة البوليسية كنت يعني ملعف شيء اسمه شرطة يقول المهم وأنا دارت في الثالث ثانوي كنت أقول ميد أخوياي والله ودي أصير شرطي كانوا يقولوا لي قالوا إيه عشان تتوسط لنا إن شاء الله إذا كبرت مو تمسكنا وتحطنا في السجن وبرضو عدقت عن الإشارة ما تقول عننا أي شيء لأنك خوينة مستحيل تقول عننا شيء يقول المهم سعود وأشد حيلي في الدراسة دبل وأجيب الدرجات العليا لأن نفس الكلية العسكرية هذه تحتاج درجات عالية يقولوا حاول أجيب درجات عالية مناسبة لمواصفات القبول لهذه الكلية يقول المهم وأختبر جميع الإختبارات اللازمة وأختبر إنجليزي ومعدلي في الثانوي ممتاز يقول قدمت وأنتظر رسالة القبول توصلني يقول أول ما قدمت قالوا رسالة القبول ممكن تحتاج 4 شهور 5 شهور قلت ليه ما أشتغل أي شغلة كذا يعني زي اللي أغير فيها جو وأجمع لي فلوس لين تجيني الوظيفة دي يقول حصلت لي وظيفة حارس أمن في أحد المراكز المخصصة للتسوق يقول حصلت كذا تقديم لوحة تخلني أقدم ودخل عليهم بالسفيرة لتوني مخلص ثانوي أبغى أشتغل عندكم حارس أمن يقول قبل برضو أجهز لها عشان لو دخلت الكلية العسكرية يعني أكون جاهز يقول اشتغلت حارس أمن في أحد المولات لين تجيني هذه الرسالة حقة القبول أو الرف وكنت دايما أدعي ربي أني أنقبل في هذا السلك العسكري يعني بيني بينكم والله أني أحب الشرطة يقول في يوم من الأيام الساعة 11 الصبح إلا تجيني رسالة تررن أخذ الجوال تيك 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 وأفتح الرسالة إلا الرسالة يا جماعة الخير تم قبولك أول ما قرأت هذه الرسالة قطعت ملوناسة أخيرا راح أحقق حلمي أخيرا قلت بروح الآن البيت وأقابل فوجي أبوي وأحب رأسه يبا أخيرا انقبلت شسالفة أخيرا انقبلت أوع البركة أقبلوك الحمد لله وفالك التوفيق والمراتب العليا يقول المهم الدراسة هذه راح تكون ثلاث سنوات في مكان كذا أدرس فيه لين يأهلوني وكون ضابط في القطاع الأمني يقول والله يحددوا لنا يوم والفحوصات الطبية واللياقة وكل شي فحصوني من إله وجهزوني بشكل كامل وقبلوني القبول النهائي والكلية هذه يقول طبعا أول ما دخلت الكلية العساكر اللي هناك يقول والله العظيم لهم هيب الأبعد درجة يقول وفيه أشياء شاقة واختبارات شاقة يقدمونها لنا يشوفون من يتحمل يقول فيه يختبروننا يمين يختبروننا يصار لدرجة فيه ناس تنسحب يقول خلاص أنا ما عاد أقدر أتحمل وتطلع من هذه الكلية وتروح تشتغل أي شغلة يقول المهم مر الشهر الأول ومرت السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة وخلاص أنا على مشارب تخرج من هذه الكلية العسكرية وخلاص جت مرحلة التخرج بتخرج وعلق نجمة وصير شرطي وحق أحلامي يقول ولكن لاحظوني إن درجاتي أنا وأنا كنت معهم درجاتي كانت عالية يقول قبل التخرج كده بشهرين ثلاثة شهور سلام عليكم سعود كيف حالك طيب والله الحمد لله يبغاك العميد الفلاني يقول والله وأخذ نفسي وأروح لهذا الشخص السلام عليكم عليكم السلام كيف الحال اسمع سعود أنا قاعدين نختار ناس من النخبة ولاحظنا أن درجاتك مرة ممتازة في الدراسة وبرضو هنا درجاتك مرة ممتازة نبغى يا سعود نبتعثك لبريطانيا تدرس هناك وتتعلم منهم وتطور تطور عسكري قال سعود والله مبشينا ولكن متى الرحلة كان الرحلة بعد التخرج بإذن الله بشهر شهرين يعني أول ما تتخرج عندك إجازة شهرين خلص منها وبعدها لازم تجي نوديك تلتحق مع المبتعثين ومختارين برضو ناس معاكم المهم أول ما قالي كلام ذا وأطلع لبيتنا لأنهم كانوا يطلعون في الوكيندات وأطلع لبيتنا وأروح للبيت وأقول ما ده أبوي قال أبوي أبت اللي تبيه سوى قد خلاص تماما جال أنا بلتحق معهم وأروح وأعطيهم الأوكيه أني أنا خلاص طرع معكم بلتحق معكم في بريطانيا وبإذن الله أني هارفع راس أهلي يقول قلمهم جاء اليوم الموعود اليوم اللي آخذ شنطتي وغراضي وتوجه للقسم حقي وجهز أغراضي عشان يودوني للجهة العسكرية اللي موجودة في بريطانيا قابلني كذا العميد سلام عليكم أهلا سعود فالك التوفيق سبعني يا سعود رح تكون عندك الله يسلمك مهمة والمهمة هذه لازم تدرس فيها رح تكون تابع يا سعود لاستخبارات الدولة وحناك بس وراح يستقبلك الشخص اللي معاه اسمك وراح يشرح لك كل شي يقول سعود استخبارات وش وضع استخبارات يقول كنت أسمع كلمة استخبارات ولكن ما أدري وش معنى كلمة استخبارات يقول فسألته سؤال مباشر قلت له يعني وش رح يعلموني قل رح يعلموني كل شي لا تشيلهم أمورك زينة لا تتوتر لا تخاف بالعكس هذا القسم المطلوب والناس تبيه يتخلاص تمام يقول سعود صدق واخذ أغراضي وشانطته يجي اليوم اللي يروح فيه المطار وأركب الطيارة وأسافر لبريطانيا يقول ما هو أنزل في مطار في بريطانيا في منطقة عسكرية يقول لي قابلني رجال أجنبي قال لي أنت سعود قلت له نعم أنا سعود قال أبد أهلا وسهلا حياك الله يسعود ويوريني القطاع حقنا ويوريني الناس يقول طبعا ترى معاي أخوياي في هذه الرحلة طبعا الستة هدولي فيه اثنين أنا أمون عليهم اللي هم خالد وسالم هذولي اثنين بس اللي أمون عليهم كان هذو العسكر يورينا المكان كامل برضو كان يورينا الأماكن اللي راح ننام فيها والأماكن اللي راح ندرس فيها يقول كنا في نفس الكمباوند كذا مقفل ما تحولك منطقة أسكرية عياتك كلها عمل ولكن معاك جوالك معاك أغراضك يعني مو نفس الدورة مسحوبة منك الجوالات لا لا كانت أموري كل شيء تمام يقول المهم يرفعون فيها الأيكيو حقنا والشهر الثاني كان يعلمونا كيف تتعامل مع الأشياء الأمنية لو جاتك مخاطر وما مخاطر وبعد فترة صاروا يعلمونا على الحاسب الآلي والاختراقات وكيف تتعامل مع الاختراقات يقول مهم يبغوني هيئونا بشكل كامل والدراسة هناك لا أخفيكم كانت مكثفة حلا مكثفة لأبعد درجة يعني يمكنت أدرس هنا نقول أربع ساعات هناك كنت أدرس 8-9 ساعات عايدي وزيادة على الموضوع ما في مكان تروح له وبتكون في نفس المكان تدرس وتتعلم وإذا جيت على الفراش تقعد تراجع يعني ما في مكان تروح له وان بتروح كل حياتك علم في علم علمهم وتستمر الأيام وأنا مع هذه الكتيبة اللي قاعدة أتمرم معها ويحلموني أشياء ويدربوني لا أخفيكم تمكنت الأبعد درجة في أول سنة لي في الابتعاث هذا بقي لي سنة ونص ويرجعوني للدولة حقتي يقول في يوم من الأيام اتفقنا أنا واخوياي لمعنى أننا نطلع نغير جو نتمشى في بريطانيا كانت المنطقة العسكرية تبعد عن المدينة ما يقارب ساعة ونص إلى ساعتين يقول ونأخذ سيارتنا أنا وخالد وسالم وندق سلف ونطلع ونقعد نسلف بيننا عن الأوضاع اللي موجودة عندنا وش الخطأ وش نوين عليه يقول ولكن كانوا يعني أخوياي هذولي حرفياً طموحين لأبعد درجة فأنا أحبهم مرة مستحيل أستغني معنهم خاصة الخوي اللي تتعرف عليه الأوقات الضيقة هذه يكون خوية حرفياً بروفجينة طبعاً في العلاقات والصداقات ما يهم الوقت ما يهم عشر سنوات عشرين سنة ما يهم اللي يهم الصداقة اللي بينكم والراحة اللي ترتاحها بينك وبين خوية وصدق في ناس والله العظيم لو يقعد معاك يومين يا شيخ تتمنى أن طول العمر متعرف عليه يقول لسعود هذولي خالد وسالم ناس كويسين ورحنا تعشينا وتمشينا وشربنا كافي وغيرنا جو في هذه الدولة يوم خلصنا على آخر الليل نرجع يا جماعة الخير يالله نرجع يقول ونضف غراضنا ونرجع يقول هذه الطلعات كانت بشكل أسبوع يعني من أسبوعين ثلاث سابيع مرة اللي عرفنا انسعود علاقة مع سالم وخالد علاقة قوية مرة وكلهم في قسم الاستخبارات يشتغلون لدولتهم وزيادة على كذا يعني الثقة بينهم عال يوم مرة خلصت فترتهم وهم بر دولتهم خلصوا السنتين ونص هذي على خير جاء الوقت اللي يرجعون لدولتهم ويكونون محاصين وظائفهم جاهزة اللي بتعثوا عشانها ويشتغلون معهم جاء وقت الرحيل يقول ودعنا كل اللي موجودين هناك وكانوا ناس محترمين معنا وتعاملهم مرة كويس يقول وارجع لدولتي وقابل أهلي وسلم عليهم ويرسلون لي رسالة المباشرة هذي الرسالة يرسلونها قبلوا يعني بتروح دوامك يعلمون وين المكان اللي بتدوم فيه وش وضعك وش عندك كم ساعة راح تدوم يقولوا يرسلون لي المكان كان صدق فيه قسم سري للدولة وهذا القسم تابع لمكافحة المخدرات من هنا يا جماعة الخير بدت قصة اليوم توجه للمكان اللي راح يدوم فيه باشر لدوامة وحصل المديرة حقه سلام عليكم عليكم السلام كيف حالك طيب والله كويس وخصوصا على أمور الاستخبارات عندنا مهمة والمهمة هذي غريبة شخص قاعدين نطارده لنا فترة ويقارب شهر أو شهر ونص وبيني وبين اك الشخص داب اهذلنا اهذلنا بشكل حربيا كبير نحاول نجيه مين نحاول نجيه سار ما ندري وما نعرف اسلوبه وما ادري كيف يجيب الزباين لدرجة ما حصلنا طريقة التواصل معه قال خلاص زين من هو الشخص هذا قال الشخص هذا اسمه سالم ركز معاي مو سالم خوية اللي كان معاه لا 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 سالم واحد ثاني قال سالم وين ساكن وش وضع عطاني كل المعلومات المخصصة لهذا الشخص ورحت ابحث عن موضوعه واشوف وين ساكن فيه وصرت راقب بيته وتحركاته وين يروح وين يجي لا اخفيكم ما حصلت شي يثير انتباهي انه صدق شخص يبيع وانه قاعد يمارس عمل بيعة المخدرات يقول بصرت ابحث 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 ما لحظت عليه شي يقولوا لكن لحظت في هذا الوقت ان فيه مناديب توصيل يجون في الأسبوع مرة وقلت في رأسي مستحيل مناديب التوصيل هذولي لهم دخل في الموضوع ولكن شفت الموضوع قاعد يتكرر يعني في الشهر يجي ثلاث مرات مرتين ثلاث مرات واستمرت مراقبتي له ثلاث شهور قلت لازم ابحث وراء من دوبين التوصيل هذولي واش وضعهم واش عندهم يجون والمين يوصلون لا اخفيكم البيت حقه كان بيت كبير وقاعد يبين انه عنده نعمة كبيرة مرة وانه بالأصل ثري وجود مناديب التوصيل عنده قلت يعني شي غير مستغرب يعني قلت في يوم من الأيام قلت لازم نسوي حركة حلوة اللي هي والشي اني استأجر بيت قدامه ولازم يكون قدام باب بيته بيته هو قصر واللي حوله فيه عماير وفيه اشياء نقدر نستأجرها حصلت بيت قدام باب بيته على الشارع الثاني بستأجرته وقعدت ابو شهر كده شهر ونص إلا في يوم الأيام جاني مندوب التوصيل هذا أول ما جاء المندوب أشرت له قلت عندي الطلب وجاه عندي واللحظة اللي وصل عندي اهو إلا ينفتح الباب الثاني اللي قدامه ويطلع ولد بعمر 22 23 ولكن ماهو سالم اللي قالولي ألقى عليها القبض لأن هذاك الشخص عمري يوصل 47 48 وقلت لطلب عندي أنا قال لي مندوب التوصيل أنا ماني جاي أسلمك طلب أنا جاي أخذ طلب عشان أوصل للمكان ثاني يقول هنا استغربت هنا وقلت لخلاص أوكي تمام شوي للولد اللي قدامها ذاك يأشر هاي مدير هنا هنا تعال ويطلع له العامل هذا ويروح له إلا صدق سلم أغرض كذا مربع شوي وملفوف يعني بكرتون والآن مسكت معاي إني أبحث ورا الموضوع حق الطلبيات هذه يقول سعود بدون ما يشك وأتفق معاه وأعرف وش عنده بالضبط يقول فرحت درست آلية الشركة فلاحظت إن الشركة في كل حي يكون لها شخص مخصص لها للتوصيل أو استلام الطلبات من البيوت قلت بس خلني أطلب لي طلب وخلي التوصيل على نفس شركة التوصيل هذه وأشوف وضعه يقول وأطلب لك طلب ويقعد لي أبو ثلاثة أربع أيام إلا فيه شخص يرسل لي رسالة على الواتساب إلا يقول لي إرسل لي موقع وناظر الرقم قلت بس وأرسل لي الموقع إلا شوي يسلمني الطلب إلا هو نفس العامل اللي كان يأخذ الطلبات من البيت هذا يقول راح العامل وخلاني طلع من عندي وخلاني واتصلت عليه ما يقارب كذا على يمكن الساعة تسعة عشر الليل السلام عليكم كيف حالك طيب الحمد لله مرحبا ومسهلة أنا حاب أقابلك وإنه جهة أمنية أنا بغى نحقق معاك وش السالف وش صاير قال أين سلم بالسلام المومي يقول سعود وتواجه أنا والرجال هذا سلاهم عليكم عليكم السلام كيف الحال لم تقارب قال كل الطلبات سلمتها لنفس الشخص قال نعم كل الطلبات ممكن تسعة أو أشرط طلبات في الأخيرة سلمتها لهذا الشخص قال لي من هو هذا الشخص يقول سعود فأعطاني رقم هذاك الشخص وصرت أبحث عنه برقمه وأضرب برنت عنه وأقرأ عنه كل شيء واللي تبين لي أن قدس توقف وموسك لتعاطيه المخدرات يقول هنا جاف راسي وتأكد 100% أن مناديب التوصيل كان يستخدمهم بيع المخدرات قلت أوكي الآن راح أسوي بحث عن الشخص هذا وش وضعه هل هو يبيع ولا ما يبيع وش الكرتون هذا يعني غريبة العامل ما دره وش هذا بالضب الموم سعود سأل العامل قال طيب ما تدري وش الأشياء الجوك قال لا ما أقدر ممنوع أني أتطفل على الأشياء الجوه ولكن الأشياء الجوه لي واضح لي أنه شي ملمسه لين شوي يعني ينضغط بعض الأحيان وما يتكسر يعني ما هو علبة قزاز ولا هو بعلبة كرتون قال لا خلاص زين أبغاك تمارس دوامك كأنك شخص عادي قاعد توصل قال ولكن لو جث الطلبية الثانية نبغى نكشفها ونتحسس لجوها قال ميدا أنا ما أقدر لأن هذه شركتي راح يطردوني يفصلوني قال لا 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 ما راح نفتحها ولا راح نسوي فيها شي حتى لو صار فيها جوها ممنوعات ما راح ناخذها لين نتأكد إحنا بالضبط قال من في يوم الأيام هذا المندوق استلم منش الشخص هذا اللي الطلبية هذه اللي هو الشخص البيع ذا قال له على طول يطلع الجوال تيت 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 سلام عليكم سعود كيف حالك طيب تراني خط الطلبية واني تقابل قال لسعود أبد الآن أطلع من بيتي وجيه صدقه يطلع سعود من بيتها ويروح يشوف الطلبية ذي ويفحصها يميني سار صدقه هو شي لين جوا الكرتون بس ما يدري وش هو قال ما عليش برح نوديها لأجهزة الأشعة تحل الأشياء اللي جواها صدقه حلوا الأشياء اللي جواها ويحصلوا لداخل هذا الشي مخدرات الآن ما يقدر ياخذه من الرجال في خليه يسلمها عادي لين يصيد الشخص هذاك متلبس ولكن كيف متلبس وشلون يجيبه وكيف يكلمه ويطلب منه وما عنده أي وصيلة تواصل والشخص اللي يسلم هو الولد ما هو نفس الرجال المطلوب اللي هو اسمه سالم الموضوع شوي كان صعب على سعود نفسه كلم دواما قال أحتاج ناس متخصصين في الحاسب الآلي والشبكات وليه وش احتياجك منهم قال أحتاجهم يرقبون للبيت هذا من ناحية الاتصالات الداخلية طبعا اتصالات الانترنت وش المواقع اللي يستخدمونها في البيع والشراء قلمهم جوا المختصين هذول يسكنوا في شقة سعود اللي ساكن فيها قبل ومددوا كل شي واتصلوا بالانترنت حقه وكل شي صاروا يرقبون تحركاتهم داخل البيت صار صدق عندهم موقع والموقع هذا والموقع هذا يبيع المخادر مخادر حقت النوم هذي يقول سعود يوم ما شفت انها مخادر وذكرت شي لين وجوه حبوب اي قنت مية بالمية ان يستخدم بيع المخادر هذي لتهريب الممنوعات والمخدرات قلنا خلاص راح نجيب شخص يسمونه مخبر يتعامل مع الشخص هذا انه هو مشتري وكل شي عشان يثبتونه عن طريق اللي هي الفلوس المرقمة ويتصل عليه ويكلمه انا بغى عندك مخادر وش المخادر اللي عندك يقول طبعا حنا نسمع المكالمة ولاحظنا انه قاعد يقول اسعار مبالغ فيها قال ان شاء الله انك فاهمني بس قال ايه فاهمك يالا طيب وش تبي وكم تبي وين تبي وين مكانك وحدد لي مكانك هل انت شخص عايدي ولا شخص يعني يتمول مخادر تبغى تمول مخادر انت اهاا هنا سعود ايقن ان الشخص اللي كان يستلم البضاعة قبل كان شخص يوزع ويبيع لانه كان على شخص واحد قال ايه انا بغى الله يسلمك اشتري واجرب من عندك قبل ما سوي اي شي ابغى سوي تجربتي يعني قال له خلاص تمام وين مكانك ها ترى سعر المخدة يوصل 8000 و 9000 انت على حسب الحشوة اللي تبغاها جوه كان اسلوبه في التضليل كان رهيب قال له خلاص تمام قال له تدفع عن طريق الموقع مبلغ 50 ريال 60 ريال على انك تشتري مخدة وباقي الفلوس تحولها عن طريق البنك الحساب موجود برا الدولة اللي ساكن فيها اوهو قال له خلاص تمام ويشتري موقع هذا على انها مخدة ويحولها فلوس على البنك الخارجي حقه ولكن العملية هذه ما رح تثبت عن طريق اللي هي الفلوس المرقمة انه يحاسبه ولكن ثبتوها عن طريق الحوالة اللي الحوالة كانت باسمه سوى سعود خطة كذا وصار يتابع الشخص ده بشكل كبير لين حطه في كمين قوي مرة اللي هو طلب كمية كبيرة مرة وهذاك نعمة شوي اللي هو اسمه سالم الكمية هذه خلاص ما عندك مشكلة ولكن ما يوصلها حقين ما ندي بالتوصيل هذه انت لازم تجين وتستلمها قال له خلاص تم ما جيك بس وش الوضع وش الخطة قال جين يدخل سيارتك جوه القصر ونعبيها لك ونضبطها لك وبعدها تطلع من عندنا وتحاسبنا جوه القصر قال بس تم هذا هو الكمين اللي رح يطرح سالم داخل قصرة المهم ضبطوا الكمين وضبطوا الفرق عشان في اي لحظة يطبون عليه ويشيلونه في لحظة التجهيز والترتيب خلاص بيطبون قال له سعود يرفع الجهاز وترد فرقه الف فرقه باء فرقه جيم جاهزين اي نعم جاهزين اي نعم ابدداهمه قال له يطبون دوف دوف طع طع ويقفلون المكون طق طق ويقفلون ويكلبشون كل شي وتمكنين لابعد درجة طق يركبونه في السيارة هو والمخدرات حقته وهبع السجن يا كبير المهم انسجن الرجال هذا وكانت تهمه تايا يعني كبيرة مرة فرح يقعد في السجن وبيخيص داخل السجن خلص سعود اول مهمة له اللي كانت انبهذ لحكومتهم بشكل كبير يقول سعود بعد مرور ممكن اربع شهور خمس شهور حدودها يقول الا يجينا بلاغ ناس انفجر عليهم الغاز وماتوا ولكن اللي شدني مرة ان الناس اللي ماتوا هذولي كان ناجي منهم واحد وهو ولدهم الكبير واللي خلاني ادقق اكثر من العائلة هذولي كانوا اهل سالم سالم اللي خذاه وداه للسجن شه السالفه وش صاير وش الموضوع وكيف ماتوا وموتهم يعني كان غريب شوي صار يبحث سعود شو وضعهم ذولي وش ذا الحائلة وش وضعهم وش وش فيهم وش صاير لهم يقول سعود وصرت ابحث عنهم وابحث وش نتيجة الموت هذا يقول جاني الله يسلمكم البيان ان الموت بسبب انفجار الغاز والموضوع يعني يقفله كيف انفجر الغاز والبيت يعني ما شاء الله بيت جديد اكيد الامام فيه عالي يعني ولكن بعد الله كل شيء جائز انه يصير ولكن كيف انفجر الغاز وذبح ذولي كلهم وكلهم كانوا في المطبخ شنون وعدد المتوفين حوالي 6 ليه كلهم في المطبخ ليه صار سعود يبحث ورا هذا الموضوع يقول سعود وصرت ابحث عن الولد هذا الناجي بينهم صار الولد الناجي هذا هو نفسه اللي كان يسلم البضاعة مع اخوه قبل سويت عنا بحث سيرش لاحظت انه قد امسك برضو بتعاطي المخدرات الله يكفينا شرها يا رب تلتكيد الموضوع فيه رب ولكن هل صدق متعاطي المخدرات يذبعها له كلمت العمل حقي وقلت لهم اني ابغى ادخل على موقع الجريمة وابغى اشوف وش المكان واللوكيشن هذا نفسه وكيف صار الانفجار ذا قلوا انا ابحث طبعا كانوا معاين حقين الادلة الجنائية اللي يسوون مسحات ويعرفون هذا من المسه هذا وش صار عليه وش وضعه كنت داخل كذا وقعدة لحظة اشياء محترقة واشياء كويسة ولكن كان المطبخ نفسه على جزئين ولاحظت ان البيبان مقفلة من جوه كيف مقفلة ومنقفلها عسيت الموضوع ان فيه شوي بلى فقلت لهم معلش حللولي جهاز النامس هذا المربع عرفتوه اللي يعطي كارب كدس اذا لمس ناموس او لمس ذبان او اي شي يترم حللولي يشوفوا البصمات اللي عليه يقول يانا بحثوا في البصمات حصلوا بصمات الولد هذا هنا استنتج سعود استنتاج غريب والاستنتاج هذا حرفيا يدللك ان سعود عقليته ما شاء الله لا اله الا الله على طول في لحظة تخيل السيناريو اللي صار داخل المطبخ هذا الطريقة اللي سواها الرجال هذا فك الغاز جوه المطبخ وقفل على اهله وخل الغاز يمتليه داخل المطبخ هذا لحظتها اوح حاط بعض الحشرات اللي تطير جوه المطبخ بعد ما يحشرها الغاز هي تروح لنفس الجهاز هذا الازرق يعطي شرارة وينفجر المطبخ كامل بصدق سووا تجربة عليها وايقن سعود ان هذا الشخص هو اللي يقاتل اهله بسبب تعاطيل المخدرات وبحثوا وثبتوا عليه كل شيء وصدق بالاخير اعترف انه هو شخص ذابح اهله وانه هذه الطريقة هو اللي يستخدمها انه يقتل اهله كلهم والله يكفينا الشر يا رب قفلوا على القضية وهنا سعود قاعد يتميز حب حب قاعد يبان اداءه القوي وتمرسه في عمله المهم مرت الايام ومر الشهر الاول والشهر الثاني والايام كل يوم يسحب اليوم الثاني بعد مرور اربع سنوات الى خمس سنوات من استمرار سعود في هذا العمل خوات سعود كلموا سعود قالوا ليسعود ما شاء الله عليك انتو مورق زينة ومقتدر ماديا والحمد لله شغلك ماشي اش رايك يا سعود نخطب لك بنت الحلال اللي تعيش معها وتكمل نص دينه سعود ما عارضهم قال خلاص تمام ما عندكم مشكلة دوروا وان شاء الله خير وصاروا الثلاث خوات اللي عنده سعود يبحثون لسعود عن بنت وبحثوا 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 لين حصلوا بنت ناس بسعود هيا سعود هذه البنت فيها كذا 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 وش رايك يقول سعود شفت البنت واعجبتني قلت ميدها لي اخطبوها لي خلاص هذه ابغاها خلاص تبيها ايه ابغاها خلاص تم يقول مهم اني خطبت وبعد ممكن ما يقارب اربع وخمس شهور جت لحظة العرس ورس الرسالة للجميع بحضور عرسي اعزمت حرفيا كل العالم ما بقيت احد مع زمته سويت حفل الزواج هذا في قصر كبير مرة المم استعديت لليوم هذا وضبطت نفسي وكل شيء واركبت السيارة مع اخواني لين وصلنا للقصر طبعا دخلت دخلت يجون الناس يسلمون عليك في لحظة السلام في ناس تجي تعطيك عنيات وش العنيات يا وسامة للي ما يعرف وش العنية هذي اذا حضرت عرس تاخذ معاك مبلغ طبعا اذا كان هذا الشخص عزيز وغالي عليك تاخذ مبلغ يا تحطه في ضرب يا تحطه قدام الناس الممنك تاخذ مبلغ تعطيه المتزوج عشان تساعده في عرسه وتقلل عليه التكاليف اللي عليه يقول سعود كانوا الناس يجون ويعطوني ظروف فيها فلوس واصلا وانا في العرس في ناس كانوا يحولون على حسابي البنكي يعني الموضوع محطوط على شقين الناس يجون ويعطوني في يدي وناس يحولوني على حسابي البنكي المم خلص الزواج وطلعت الفندق انا وزوجتي نورة ورحنا الفندق وقعدنا وسهرنا لين اليوم الثاني يقول سعود صحيت الصبح ابافطر وبرضو بشوف الظروف والفلوس اللي جاتني يقولوا افتح الظروف حب حب وفيها تهنيئات وفيه ناس ماعطيني 2000 و3000 و1000 و2000 يقولوا ولكن كان فيه ظرف غريب مرة الظرف هذا افتحته فيه ورقة اول ما شفت الورقة دي جاف راسي ان ذا شيك بصدق كانت الورقة على انها شيك واسحب الورقة واناظر مكتوب على الورقة هذه عنيتي واتمنى انك تقبلها اخوك سالم راعي المخادر يقول سعود اول ما قرأت الكلام صدعت يت يا الله وش يبي ذا وش يبي بعد خمسة وست سنوات وش يبي وش موضوعه خلاص يقولوا صرت اناظر فيه نورة قلت هذه الان ما تدري عن الاشياء اللي سويتها أنا قبل وانا في شهر العسل يرسل لي رسالة نفس كذا الله لا يوفقه يقولوا اقلب الورقة الا كاتب لي زواج سعيد انا خفت لا اخفيكم خفت وتوترت الابعد درجة اقسم بالله العظيم مو وقتك انا في افضل ليلة في حياتي يقول سكت ومشيت الموضوع وحاولت اتناساه طبعا الظرف ترى ما حط فيه ولا شيء الظرف فاضي بس فيه رسالة تسد النفس وتعلم ان فيه خطر قادم كبير في المهم رحنا شهر العسل وخلصنا شهر العسل ورجعنا لنفس المكان اللي احنا ساكنين فيه يقول اول شيء جاء في راسي اني اغير البيت اللي كنت ساكن فيه وانقل البيت بدون ما احد يدري ولا اعلم اي احد مكان البيت هذا طبعا اللي راح يعرف مكان البيت جهة العمل حقتي انا اللي راح اعلمها مكان بيتي لازم اسجله في العنوان حق الدوام لا لو صار شيء او يحتاجه شيء يعرفون موقع بيتي وفف غراضي واروح ادور لي شقة يكون نظيفة ومناسبة في مكان بعيد على المكان اللي انا ساكن فيه وصرت ابحث ابحث لين احصل لي شقة وقلت ميت زوجتي نورة اسمعي احنا بننقل البيت وحصلت بيت نظيف وكويس وافضل من البيت اللي احنا ساكنين فيه قالت ليه طيب هذا وش فيه كلا ما اعجبني من اول ابغي تغيره فخلاص خلص خلننقل صدقي يقول سعود واخذ اغراضي كلها وزوجتي وانقل البيتي الجديد بدون ما اقول ميته قلت بل اسم ميت ابوي وامي والدوام حقي وبرضو بلغت ابوي بالسالفة قدر عيبة فيه رجال قد مسكته قبل وارسل لي نفس كده وقريتها في شهر العسل ويريتني ما قريتها فسدت نفسي حرفية في السفرة كاملة يعني فابوي عنده علم عن الموضوع اللي قاعد يصير لي وتستمر الايام وصرت اداهم في يوم من الايام مسكت في راسي اني اعرف هل سالم رعي المخاد طلع من السجن او لا وهل هو طلع وين ساكن الان ووش وضعه لانهم بيني وبينكم عائلة اجرامية مرة الاخو صغير الله لا يبلانا ذابح اهله ولا فكر حرفيا في اي شيء والاخو الكبير بياع الله لا يبلانا تقول واروح وابحث عن الموضوع وابحث في النظام حصلت ان هذا سالم انه باقي لحد الان في السجن يا ساتر مين الشخص اللي ارسل لي الرسالة في عرسي اذا سالم من حد الان في السجن قم شفت الموضوع كذا انه باقي في السجن فرتحت شوي ولكن قلت من الشخص اللي راح يرسل الرسالة هذه وتمر الايام بعد ثلاث اسابيع او ممكن اربع اسابيع جتني مهمة تابعة للدوام والمهمة هذه زي الانتداب راح اطلع من مكاني اللي انا فيه واداوم في مكان لمدة معينة ما يقارب ستة وسبعة ايام والمدينة هذه تبعد عني ما يقارب 1700 كيلو 1600 كيلو يقول واخذ اغراضي واكلم زوجتي اني انا راح اكون في ستة ايام برا البيت وراح اكون مع العمل تبغين تقعدين في البيت او احطك عند اهلك لين ارجع تهلك زوجته له لا 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 تشيل هم يا سعود رح والله يحفظك وباذن الله اذا رجعت راح تحصلني في البيت وبخلي خواتي وهل يجونني البيت نغير جو شوه يرتاح سعود وخف القلق عليه من ناحية زوجته يقول سعود في اليوم الثالث من الانتداب يجيني اتصال على الساعة ثلاث ونص اربع ونص الليل يعني كذا على الساعة اربع الفجر اربع الفجر تررررررن، ترررررن تقوموا ارفع الجوال وناظر اللي زوجتي نورة تتصل واربع الفجر ف perkصام 10 وارد، ايوه يقول إلا زوجتي قاعدة تبكي تبكي وأبغى أسمع حرف ماني قادر أجمع حرف أوه وتصيح تنفجر صياح وش فيس يا بنت علميني علميني فيك شي وش صاير أبوك أمك بخير يقول سعود ما أسمع إلا صياح في صياح يقول حاولت أهديها حبة حبة يا بنت وش فيك وصاير ش السالفة قليلي قالت إن في شخص اتصل علي واتصل بالتحديد على تليفون البيت نفسه وأول ما رديت قال لي السلام عليكم نورة قلت لأي نعم حياك الله من معي قال لي والله العظيم لبهذل حياتكم وأحرق بيتكم حرق وما خليكم ترتحون أبد يقطع أم التهديد القوي يقول وأقفل السماعة وأتصل عليك على طول الآن هو يبغى يعرف من الشخص اللي يتصل ذا والمشكلة الأكبر كيف جاب رقم بيته شلون شلون جاب رقم بيته يقول المهم اللي يقاطع تفكيري زوجتي يسعود تكفى أرجع ما أقدر تكفى أرجع أقطع المهمة ذي ويرجع يقول وأتصل مباشرة على رئيسي سلام عليكم السالفة كذا 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 ويعلم السالفة من بداية للنهاية قال هبت خلاص راح خلي أحد يحل محلك وبدأ يرجع لبيتكم المهم يجهز أقراضها ويركب الطيارة ويرجع للمدينة اللي فيها زوجتها ويقابل زوجتها اللي هي من خرشة وحالتها حالة وقعد يدور في راس سعود ونعلم أمكان البيت ورقم البيت ومن قال لي أني أنا طالع انت داب واشترها أني أنا طالع من المكان هذا وكيف كدر يوصل الاسم زوجتي فيه ربط غريب وعجيب والمشكلة أن سالم راعي المخاد في السجن يا ترى من هذا الشخص الشخص هذا غريب وتركيزه علي بهذه الطريقة قاعد يبين لي أنه سالم أو شخص قدمسكته قبل رجعت وهديت الأمور ومشيت الحياة ومر الأسبوع الأول وأسبوع الثاني وكانت الحياة يعني عايدية وما في أي مشاكل أو أي اضطرابات في يوم من الأيام كنت طالع من البيت إلا أحصل فيه سيارة غريبة واقفة عند باب بيتي والسيارة هذه لها فترة طويلة أربع أيام خمس أيام ستة أيام صرت أشوف وقفتها وقفتها غير طبيعية وزيأد على كذا أن السيارة تكون شغالة هذا الشي حرك مخي وجذبني في جاف رأسي إن فيه شخص قاعد يراقبني هذه الفترة يوم شفت إن فيه شخص يراقبني قلت أول شيء أسوي إني أركب كاميرات مراقبة برى البيت عشان تسجل سيارتي وحركات الشارع اللي قدامه والله وأجيب الفنيين وركبوا لي ياها تيك 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 ولا أقعدوا إلا شوي إلا الكاميرات كلها أشغالة والزين في هذه الكاميرات إني أقدر أراقب بيتي وأنا خارج البيت أفتتصل الاتصال عن طريق الإنترنت وأقدر أشوف بالجوال وما يحدث قدام البيت بعد ممكن مرور ستة أيام أو سبعة أيام من تركيبي لهذه الكاميرات يأتي إني اتصال والاتصال هذا من جاري السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك سعود طيب سعود وين كنت في البيت ولا برى البيت قلت لأ لا أنا في البيت قال الله يسلمك سيارتك برى تحترق وجاء الدفاع المدني يطفيها صادق قال يا رجال أطلع شيف سيارة تكطلع والله وألبس ملابس وأطلع مباشرة مع الباب واشوف سيارتي إلا هي صودة وقاعدة على الحديد لا أخفيكم أنا خفت سيارتي محترقة وعند باب بيتي من الشخص اللي سوى الشيء ذا وهل إحتراق هذا من السيارة نفسها أو في يد خارجية لها صلة أول شيء سويتها رحت وشغلت كاميرات المراقبة وأنا كنت أدعي إنها تكون من السيارة نفسها يوم شغلت كاميرات المراقبة وقعدة راجع الحدث وقدم وقدم لين الساعة اللي احترقت فيها السيارة اللي يطلع لي إن فيه شخص جاء عند سيارتي وكب عليها البنزيم ولع النار عليها قلت بس هذا الشخص اللي كان يعادي الفترة اللي راحت انسيارة سعود احترقت يقول سعود أخذت الفيديو هذا واتوجهت على طول للقسم أرفع عليه بلاغ قلت لهم شفتوا هذا جيبولي إياه أحتاجها ضروري 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 وبرضو يوم احترقت سيارتي قلت لا اليوم تحترق سيارتي بكرة يحترق بيتي لازم أوقفهم عند حدهم وقلت ميد القسم التقني تكفون جيبولي هذا وقربوا وجهها وحاولوا إنكم تجيبون منه أوهو وين ساكن ولازم يحضر عندنا في أقرب وقت قلولي خلاص تمام يقول طبعا الإجراءة هذا معروف عندنا إن الأدلة الجنائية هم الناس المختصين في هذا الشي يقدرون يحددون من الشخص اللي تسبب بهذا كله وكيف سلوب الحريق وكيف شكله ومرت الأيام إلا بعد ثلاث أربع أيام جاني خبر إنهم عرفوا الشخص هذا قلت بس عطوني اسمه والله ويعطوني اسمه ورقمه وكل تفاصيله ووينما كانه ووين تحركاته بالضبط وروحت أضرب الابرنت عنه وأشوفه شو وضعه برضو يا جماعة الخير قد مسكه وهو متعاطي يعني الآن مشكلة سعود مع عدة متعاطين وتوقع إن خبره انتشر في كل المدينة إنه رجل ذكي وعنده حنكة مرة في كل المجرمين وبيعي المخدرات يبغون ينتقمون من سعود هذا المهم أحدد مكانه وموقعه وقلت لازم أقابل هذا الشخص وجهه بوجه ولكن المشكلة ما معاي اللي هي ورقة مصرح لي أني ألقي القبض عليه فتحتاج ممكن خمس أو ستة أيام عشان يتأكدون من كل شي ويثبتون إنه راس البلد فأنا قلت في خمس أيام هذه ممكن زوجتي تروح والبيت يحترق كله فلازم ألحق على نفسي بدري الحل الأنسب أني أنا أروح لمتخفي بدون هيئة رجال الأمن وحاول أمسكه وأعرف كل شي منه والله ويجي ذاك اليوم وأروح محل تأجير السيارات وأستأجر لي سيارة وأظل للسيارة بالكامل كلها كتم دار ما دار يعني مستحيل تشوفني وأنا داخل السيارة واتصل على أخويتي اللي كانوا يدرسون معايي اثنين وقلت لهم أني ترى أنا راح أروح وإذا صار شي تحصوني في الموقع الفلاني هذا والموقع الفلاني يا جماعة الخير حي قديم مرة لا لا حي مرة مرة قديم ومعروف عن هذا الحي بالإجرام يعني معروف أن فيه مشاكل ومضاربات وفيه ناس يتعاطون داخل هذا الحي حددت موقع وحددت إمكانه وصرت أراقبة ومعاي صورة ومعاي صورة برضو اللي مسجلة عندنا في النظام اللي أول ما مسكوه يعني ثبتت وجهه بالكامل المهم صرت أراقبة في اليوم الأول في اليوم الثاني في اليوم الثالث إلا ألمحته كذا لمحة بسيطة وأصير أمشي وراه بالسيارة وهو ما يدري بعده وقفت السيارة وطفيت النور ونزلت من السيارة باللبس المدني يقول كنت لابس كاب ما يدري من أنا فالحقى لين دخل البقالة يوم شفت البقالة فاضي قلت هذا وقتك يسعود تمسكه وتمردغه جوه البقالة وتركبه السيارة وتطير به والعاكن الخوف أن يكون مع هذا الشخص سلاح يقول ويدخل البقالة وأدخل وراه وفيه سياج حديد عرفته هذا ويتقفل يقول وامسك السياج كذا وحط القفل وسكر الباب القزاز وتعالي في البقالة ولاحقى في البقالة يبغى ينحاش ما يقدر يقول ولاحقى بين الرفوف بين الرفوف إلا وعلى الأخير كذا مع ظهرة وأخبط مع ظهرة ودفق الدام إلا يصمخ راسه في الجدار ويلتف في ناظرني ويوقف على حيله ويسحب من البنطلون حقه سكين يقول سعود هنا أنا خفت شوي لإني جاي بدون أسلحة ولكن ما ننسى أن سعود شخص متمكن ومدرب على المواقف هذه يقول أول ما جاء معه سكين ويأشر عليه يبغي يطعني يقول وأخذ بعض الكاراتين في البقالة وارميها عليه يقول ليه مقرب عندي وأمسك يده وبحركة كذا سريعة فر يده واطح السكين طبعا سعود يا جمعة الخير تخيلوا شكله شخص بطول 1.8-1.89 والشخص اللي ماسكه بطول 1.60-1.63 يقول سعود خنقته كذا احرقت السيارة ولا قسم بالله العظيم وانتطير روحك يقول قام يتلعذم فكري 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 أنا ماليدخل ماليدخل يقول أول ما شفته يعني صعب الموضوع قلت لأسمع الآن راح يجوني الشباب يقبضون عليك يقول وأطلع الجهاز حقي وألعب عليه وأضغط الرت يقول يوم سمع الصوت إلا خر كل اللي في قلبه قال أنا بتكلم بس ما قدر أتكلم إنا طلعني بره ولا حد يدر إنك مسكتني يقول لأسمع أنا ذا المرة جيتك بدون فرقة المرة الثانية قسم بالله العظيم لا أوطى على وجهك وعلمك المرجلة تفهم ولا ما تفهم قال لأ والله العظيم إني أنا عبد المامور ماليدخل وما أدري إيش قال لأ أقول قل لي وش موضوعك ولي حرقت سيارتي قال لأ طيب أنا وعدك واحد يا سعود إني أقابلك في يوم وعلمك كل شيء ولكن تكفى تكفى فكني تكفى فكني أنا ماليدخل يقول سعود هنا إيقنت أن الولد مسكين وناس بالينه ودفينه علي قلت لأبشر أنا راح أعطيك الأمان بس لازم تعلمني قال لي خلاص تمام خذ رقم جوالي ويوم الأيام أنا بنسق أنا إياك ونتقابل ولكن لاحد يدري إني أنا قابلتك قال لأ خلاص تمام طبعا الشخص هذا يبقى الخلاص من سعود لأنه يدري إن سعود لو مسكها زيادة بيقتله والحكومة عرفته وعرفت بيته ما يبغي يتضرر المهم يوم جته الساعة على تسع عشر جاني اتصال منه السلام عليكم على سعود كيف حالك طيب أو شي نعتذر لك وأنا آسف وتكفى الموضوع لا يطلع أكبر من كذا أنا أبغى أقابلك اليوم وأقول لك كل شي وعدنا بعد ساعة من الآن يعني الساعة بتكون 11 أو 12 الليل قال ليه ما نخلي يعني وضعنا نهار قال لا تيبي الآن تقابلني حياك الله يقول سعود أنا حسيت بالغدرة حسيت أن الموضوع فيه إنه لا الموضوع مو طبيعي بعد ساعة 11 الليل ويحدد لي مكانه لا خلني أنا أجبره وأحدد لي المكان أنا فأول شي جاء في رأس سعود بما أنه شخص أمني ويعرف الأسلوب الأمني كامل قال لازم أقابل في مكان يكون يحول بنك أو محطة بنزيم أو شي فيه كاميرات مراقبة عشان يسجل الموقف هذا كامل لو صار لي شي أو شي أو طلقت على أحد نار أو صار تبادل في النار إلا أنا أكون حافظ حقي بالكامل قل واتصل عليه قلت له السلام عليكم قلت له كيف حالك طيب فكأنه راح يكون عند البنك الفلاني هذا وأبقى نتواجه عنده وتعلمني كل شي قل أول ما قلت له كلام هذا رفض قال لا ما أقدر هذا البنك بعيد عني قلت له وخيرت لقلت له أسمع أنا ما راح أقابلك إلا في بنك أو في محطة بنزين وغيرة ما راح أقابلك ولا راح أخلي الفرقة تطب عليك فأقرب وقت وتشيلك خلصني قال سعود إذا أنت بي العلم تعال في المكان اللي أنا قلت لك ولا تحسب أني بأقلب عليك وبأقدر فيك تعال أفضلك عشان أعلمك العلم كامل يقول سعود الخوف أن المكان اللي قال لي محطة مهجورة قديمة محطة بنزين ما أحد يجيها وموقفة لها فترات يعني حرفيا قديمة مرة قلت يلا توكل عربي وأفتح التجوري حقي وأطلع سلاح وحط سلاحي معاي في السيارة وأتصل على أخوياي وبلغهم بكل شيء رح يصير قالوا لأخوياي خلاصنا رح نكون من بعيد البعيد ولكن علمناه شو يصير معاك ولكن سعود سوى خطة ذكية عشان يكون فيه تواصل بينه وبين أخوياه بشكل تاب اتصل على أخوياه ويحط جواله في جيبة ويخليهم يسمعون المكالمة ويسمعون الأحداث اللي صارة ويكونوا نقريبين لم المكان يقول سعود ولو أشغل السيارة واتوجه له يقولوا أدخل في محطة وراد مية وشوي طق 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 السيارة وأنزل على المحطة يقول له صدقة حصل سيارة واقفة وأكبث له بالنور وأضرب له إلا ينزلي شخص من السيارة وناظر في الشخص هذا إلا هو نفس الشخص قلت له مرحبا قال هلا سعود كيف حالك طيب عايد يركب معك قلت نركب يقول لي أنا أشوفك كذا يمشي من قدامي بيركب على الباب يقول هنا ارتحت شوي ترحين هو بيركب يعني الموضوع ما في غدرة ما في ناس ميتجمعين عليه بيجلدون يقول أول ما ركب معي يسكر الباب قال سعود والله إني آسف وصار يعتذر يا سعود كل الأشياء اللي سويتها أنا والله إنا كانت مطلوبة مني ما السالفة ما الموضوع علمني من البداية للنهاية وصار يقول ميد يا سعود الشخص هذا يا سعود انت شفت لي مسكته هذا رأي المخادر وشفت أخوه هذولي ناس مخصصين في توزيع المخدرات وبيعها ناس كبار في هذا المجال حاطين اسمك عندنا في القروب اللي ينتقم منك له مليون فأنا يا سعود جاني الرئيس حقي وقال لي انتقم من سعود ورح يعطيني نسبة بسيطة ويأخذ المبلغ ولو ما سويت هذا الشي ما رح يعطيني مخدرات ويخليني أتعاطى فيها المم قال له اسمع يا سعود ترى الأيام الجاية رح تكون شوي صعبة عليك واذا تبغى تخلص لازم توقف عمليات بيع المخدرات اللي موجودة عندنا وهذا اللي عندي يا سعود قال له طيب في معلومات تقدر تزودني بشياء قال لي أقدر أخدمك فيه يا سعود اني أعطيك رقم جوالي وتدخل في القروب حقهم وتراقب كل تحركاتهم قال له خلاص تمام أبد جزاك الله خير قال له بس ها طلعني من سالفة حريقة السيارة قال له سعود تم سعود قاعد يفكر بحياته وحياة زوجته وبرضو حياة المجتمع اللي فيه المهم خدت رقم الجوال هذا وخليتها معي وصرت راقبهم في القروب حقهم وصدق صرنا نطرح واحد وراء الثاني وصرنا نعرف خططهم وتحركاتهم يقول في ذاك السنة يمكن وباظنا على يمكن 14 أو 15 شخص يبيع المخدرات أو يرووج المخدرات فالرقم هذا يعتبر رقم قوي وصارت تقل الجرائم والناس صارت تخاف وفي ذيك الأيام برضو وقفت عمليات الانتقام مني أنا المهم نطرحهم واحد وراء الثاني واحد وراء الثاني واكتشفنا أن كلهم يعرفون بعض وأنهم عبارة عن خلية كاملة تدخل هذه المخدرات للبلد يقول سعود المشكلة الكبرى أن اللي بيع المخدرات هذولي ما هم من أهل البلد طبعا بعد مرور خمس سنوات مرت خمس سنوات وسعود بين صراع وبين مشاكل والرزق سعود بولد والولد هذا صار عمره في الأربع سنوات ثلاث سنوات ونص يقول سعود كنت قاعد ذاك اليوم في الدوام اللي يجوني أخوياي هلو سعود كيف حالك طيب ترى اليوم بيطلع سالم من السجن ايه سالم قال سالم رأي المخاد قال يوالله صادق قال والله اليوم بيطلع اليوم خلاص أنت حكمه يقول زاد القلق مرة ثانية فقلت إن شاء الله أنه يتغاضى وينسى هذا الموقف كامل صدق وروح أقعد على الجهاز وأتأكد إلا صدق سالم راح يطلع اليوم بعد طلوع سالم من السجن بثلاث أو أربع أيام قارب 600 كيلو 700 كيلو يقول في الطريق هذا طريق بري يقول نصة بري ونصة مزفلة يقول ع الطريق وأنا الطالع ذاك اليوم من محطة البنزيم يقول وآه مسرع أنا بالسيارة مسرع يقول لفجأة تجيني سيارتين ع الطريق ويحاولون يوقفوني فأنا حتيت فراس غير قلت لو يوقفوني أنا ميت ميت مستحيل أوقف يقول سيارتي كانت مرتفعة شوي يقول وأدعس ويلحقوني يقول وأدعس ويلحقوني يقول موتري أمعبة بنزيم فل ويطلع سلاح كذا مع نقزازة يشر على سعود يقول زوجتي خافت قلت لها اهدي لا تزيدين التوتر توتر يقول اول ما شفت الموضوع كذا يقول انا حاط في جنب السيارة مسدس واسحب المسدس وعشقة وجهزة خليه على القير يقول وانا مصر عامشي 170-180 ذول يلاحقونني قلت الحل الوحيد اني ادخلهم بر بمعن سياراتهم صغيرة وخليهم يغرزون واطلع من قدام واذا اشتدت الامور اني ابادلهم طلق الرصاص يقول انا عالطريق الف يمين ومين فون يسار يلف يمين ومين فون يسار وعددهم اللي في السيارتين ما يقارب خمسة يقول المهم هديت السرعة شوي على اني بوقف هديت هديت والف عاليميني واصدمة يقول اصدمت لسيارة الدور وادخل عالطريق البري طبعا يقول سعود موتري معدل ومهيئ للبر يعني اخيسي يجيبني لو يموت يقول واطلع عالبر دف 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 واطلع دف وارقع اتراب يقول المهم طلعت وناظرهم يلحقوني يلحقوني بسياراتهم يقول فجأة في قدامي الا يطلع علي طريق مسكر جبل ما في مكان اروح له يا اني اديور وقابلهم وجه بوجه يا اني انزل واطق معهم يقول على الان اللي وراي سيارة بس السيارة الثانية اشوفها من بعيد جاية يقول او ما شفت الطريق مقفل وديور واطلع كده على الجبل بقص قص كده وباطلع من فوق يقول وحاول 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 الا يرقى الموتر فوق وادعس اللي هو يعليق الموتر قدامها علقت اما الحياة ولا الموت يقول واسحب المسدس وقت ميت زوجتي لا تنزلي من السيارة ابت وقبل ما انزل قد لازم ابلغ اخوياي انهم يجون في الوقت هذا الان يقول واسحب الجهاز وارسل لاخوياي ارت جماعة الخير انا في المنطقة الفلانية هذه كذا 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 رح تحصوا موتر يقول مهم دليتهم كلهم يقول واشوف السيارة جيتني وفي سيارة بعيدة يقول واسحب المسدس وانزل يقول لهو كذا يوقف من بعيد شوي يقول بعد عني ما يقارب ثلاثين متر يقول واسحب المسدس توا نازل طراخ طراخ يقول لا تجي بفخذة يقول وامجت بفخذة الا اخوياه ينحشون ويخلونه قلت بس واقرب لما معي المسدس واقول ارم كل شي عندك كل شي عندك كرمة ما معاي شي ما معاي شي يقول وقرب عنده الا وحط المسدس عليه ازل اسمع قسم بالله العظيم اي حركة اني لا اطلق عليك قال تقفى اطلب لي الاسعاف تقفى اطلب لي الاسعاف ما بياموت ما بياموت قال لما تبي تموت وتبغى تذبحنا على الطريق قال والله العظيم ما بياموت تقفى اطلب الاسعاف يقول فجأة اللي يجيني نقطة قريبة لم يلن اخوياه يبلغوا النقطة القريبة عندي على الطريق يقول لي يجيني جيب كذا مصفح تابع للحكومة دف 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 يرقى كذا يوقف وينزلون مننا حوالي سبعة مسلحين مهيئين يا شيخ لو تسوي اي شيء يكسروا يدك ويخبطون الرجال ويشيلونه يقول سعود يدقون لي تحية امورك زينة كل شيء زين يقول قلت الحمدلله اموري زينة ولكن موت رعالقة بغاكم تسحبونه يقول واجهي وارجع لسيارتي وافتح الباب قلت ميت زوجتي الامور زينة وما عليكي كل شيء تمام يقول لو اعطيهم العافية يسحبون سيارتي واطلع وقلت هذا خذوه وادوه القسم شوي وبجيكم يقول وكنسلوا الروح هذي واطلع للقسم واشوف هذا الشخص مين طبعا طلعنا معلوماتها ولكن بغا يعترف على اخويا ماهو راضي يقول سعود اشتغل الاي كيو عندي الاشياء اللي تعلمتها وقت الدراسة والعمل بدت تطلع يقولوه كان لابس ملابس قلت له فسخوا ملابسه طبعا يفسخون التشيرت حقه قلتوا فسخوه واخذوا التشيرت حقه قالوا واش معنى قال قالوا فسخوا فسخوه قالوا يفسخون ملابسه قالوا طبعا التشيرت قالوا ودوا التشيرت هذا الادلة الجنائية ويحللون كل البصمات اللي على التشيرت اي بصمة على التشيرت حللوها قلت له معاك جوالك ويا ناخذ منه جواله وقلت خذو حللوا اي بصمات على الجوال يقول ما بقيت شي فيه الا قلت حللوه يقول يحللون في البصمات يحللون في البصمات يقولون صدق حصلوا في الممسك هنا اللي ورا اللي على ظهره حصلوا في بصمات الشخص والشخص هذا اهو مين هو سالم بياع المخدرات فاتوقع انهم يوم جو يطلعون كان يطق على ظهورهم يلا بتوفيق لكم زي كذا فهذا اللي جافه مخيلة سعود انسالم سوى طريقة هذي نقول فلازمة الآن اثبت انسالم عليه تهمة لان وجود بصمة على ظهر شخص ما يعني ان هذا الشي ممكن يثبت او انه يخليه مدان مرمو يقارب ثلاث اربع شهور ويطلع حكم اعدام اخو سالم اللي ذبح اهله في البيت انه راح ينقص يوم عرف سعود بهذا الشي جاف مخه فكرة رهيبة اتصل على طول على التقنيين الموجودين عندهم في العمل السلام عليكم عليكم السلام شباب احتاج ناس متخصصين في بصمة الوجه في مكان راح نغطيه بالكاميرات ونبغى نسجل وجيه الناس الموجودة قالوا اولا خلاص تم وين المكان وحدد لمو المكان اللي راح يكون فيه القصاص جت حكومة في ذاك الوقت وثبتت كاميرات في كل مكان وجت لحظة قصاص اخو سالم اللي ذبح اهله الله لا يبلعنا والكاميرات قاعدة تسجل يقول فجلنا كل التحركات في ذاك المكان وكل السيارات اللي مرت وطلبت منهم تحليل لأي عملية صارت في ذاك الوقت يوم قصوا خلصوا خلاص بنمشي الا في واحد جاء عندي كذا هو يمشي قال لا تناظرني ولا تلتفت ولا تكلمني انا بتكلم وانت امشي جنبي يقول سعود انا خفتي شوي قلت من ذا ولكن اكيد عندك كلامي بيقوله قال لي سعود ترى العين عليك ويحطين مبلغ كبير عليك فتمنى انك تتجنب هذه المشاكل توقع بعد قصاص اخوه الرجال ترى راح ينهبل ويسوي اي شي يقول سعود اول ما قال لي كلام ذاتي كهربت يقول انا والله العظيم ما همني نفسي انا همي زوجتي وولدي لا يجيهم شيء بالافضل اني اخذهم اوديهم عند اهلهم فترة طويلة هذه اول خطة جت في بالي عشان ما يتضررون يقول صدق واركب سيارتي وتوجه البيت واقول ميت زوجتي اسمعين لازم تقعدين عند هلك لازم لازم ضروري ضروري يقعد عندهم شهرين ثلاثة شهور ضروري لينا خلص من الحرب اللي انا فيها وباذن الله اني راجع لكم ولا راح اتواصل معكم الا اتصال حضوريا ما بغى احد يعرف بيت اهلك وانا الان طلبتلك سواك والسواك هذا تبعنا احنا بياخذك من البيت ويوصلك لبيت اهلك بطريقة تضليلية عشان ما احد يعرف بيت اهلك يقولوا سعود بيتي ما عد سكنت فيه صرت اخاف صرت في الدوام انام واصحى وداوم وليه مكتبي الخاص وليه شغلي الخاص كامل يقول بعد مرور او خمس ايام اللي يتصل علي القسم التقني قالوا سعود كيف حالك طيب تعال نبغاك ضروري ضروري لازم تجي ايه ضروري سعود لازم تجي ضروري يقول هنا عرفت ان فيه شي صادو واخذ لبسي واخذ كل شي والبس واطلع على القسم التقني ايوه شسال فقال تعالي قعد يقول اللي يفر الشاشة علي قال لي شوف سعود حلوشه اقرأ 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 الا اشوف اسم واتكهرب من هذا الاسم اللي يا جماعة خير اقرأ اسم واحد معنا في الدوام ولكن مو في نفس القسم قلت هذا وش خلاه يحضر القصاص ذا لا اهو اللي يمسكه ولا اي شي فاكيد انه بينه وبينه علاقة فاكيد انه يعرفه ويعرفهم قلت ايه هذا لازم تراقبونه وتشوفون تحركاته كاملة قالوا ابد تمام يعني الموضوع فيه شخص داخل القسم قاعد يعلم الناس اللي برا تحركات سعود بالكامل فقلت لازم استخدم الشخص هذا في احداثيات خاطية عشان اتأكد انه صدق الشخص هذا وراح بلأ فالان لازم استخدم طريقة اعرف ان هذا الشخص متعاون معهم بعد مرور ممكن ثلاثة ايام قلت راح ابلغ دوامي اني انا راح اسافر ابو خمسة عشر يوم ست عشر يوم وراح ارجع قالوا اني خلاص ما عندك مشكلة وخذ راحتك ورحت وقدمتي جالسته وقدمته استقاله وقدمت كل شي وعلني انا بسافر وما كان يدري في الموضوع هذا الا سالم وخالد اني انا اصلا قايل الكلام ده بس ابغى اطرح الرجال هذا هل هو له يد او لا والله وبين اني قاعد اضف اغراضي داخل الدوام واني بمشي وقف الكمبيوتر وقف الاغراضي وحط الغطاء هذا واخذ الكاب حقي واخذ اغراضي كاملة وطلعت من الدوام ورحت جلست في بيتي اللي الكل يعرفه قلت اكيد في وقت سفري هذا راح يستغلون النقطة هذه ويسوون شي داخل البيت راح يعتقدون ان عيالي في البيت او راح يضروني باي طرق من الطرق يقول وانا طالع من الدوام مريت محل وشريتلي اكل وشريتلي مؤونة تقعد معاي ممكن ثمانة او تسع ايام عشان اقطع الشك باليقين وحط اغراضي داخل البيت وانتظر طبعا مقفل الشبابيك هذي بس تاير يعني ما حد يدري اني داخل البيت وموقف السيارة برا على اني شخص مسافر ومبعد السيارة عن البيت وموقفها في امكان بعيد وادخل البيت وانتظر اليوم الاول اليوم الثاني بعد مرور ممكن خمسة او ستة ايام الا اسمع في ناس يرنون الجرس وافتح الكاميرا واناظر من برا الا احصل ما يقارب ثلاث اشخاص واقفين جنب الباب كذا كأنهم متخفين وواحد قاعد يطق الباب هدفهم اني اول ما افتح الباب يدفون الباب ويدخلون فهذه اللحظة انا اتصلت على اخوياي سالم وخالد يطلهم يا عيال تعالوا تراهم عند الباب صدق ويطلعون من مركزهم ويحركون باسلوب سري يعني يناظرون عند الباب الا صدق فيه ثلاث او اربع اشخاص واقفين عند الباب بعد مرور عشر دقائق ربع ساعة الاشخاص ذولي حاولوا يقتحمون البيت يقول اشوف واحد طلع نفس الزرادية كذا وفك الباب يقول توه حاطة كذا بيقصر القفل عشان يدخل يقول اسمع كذا مورا الباب خرفشة كذا يقول مشيت على شوي شوي وطبعا في يد اليمين المسدس اللي خويه يرسلي يقول ترا احنا واقفين وراهم وما هم من تبهيلنا يلا اطلع وانا باطلع عليهم يقول وافتح الباب بقوة واسحبه اللي يطيح ذاك جوه البيت ويحاولون ينحشون اللي ورا اللي يمسكه سالم وخوية وسعود يمسك اللي جوه البيت ويقفل عليه ويركب السيارة الحكومية يودونه للقسم هنا سعود ايقن واثبت من خوية اللي في الدوام له يد في الموضوع يعرف ان كل شي صار له من ورا ذا الرجال المهم سعود طفش وتعب منهم قال ما لي الا اسوي الخطة هذه والخطة هذه ضخمة مرة الخطة باذن الله انا راح تطرح كل مهربين والمخدرات اللي موجودين في هذه المنطقة وعلى رأسهم سالم مهرب والمخدرات وبيع المخات يقول سعود انا والله العظيم اني طفشت وتعبت وابغى عيش حياة هنية فقلت هذه الخطة يا اكون يا لا اكون وانقل من هذه البلدة واروح البلدة ثانية وارتب وضعي وارتب كل اغراضي واروح للرئيس حقي داخل الدوام السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك يا ابو فلان طيب يا ابو فلان انا كذا 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 وصار لي الموضوع هذا وان في شخص معنا هنا شغال شكينا فيه لانه وجدناه وقام يشرح للسالفة من البداية للنهاية قال لو انا اعتقد انه متعاون قال كيف دريت وكيف ثبت واروح يجيب اخوياه سالم وخالد ويشهدون على الموقف هذا انه صار كذا وصار كذا وصار كذا قال خلاص انا راح انقلم عن عندي عشان ما يعرف اخبارك قال والله تسوي خير لان احنا عندنا خطة راح نسويها وراح نطرحهم بشكل كامل وش الخطة قال لا لازم الخطة تصير سرية وباذن الله اني راح اطلعلك على كل شي قبل الخطة بيوم واحد قال رئيسه ابت تم روح سعود الان في راسه يقول الان روجي المخدرات في المنطقة كلهم يعرفون وجهه يعني مثبتينه فلو اهو اللي بيلقي القبف بتصير مشكلة كبيرة وبرضه عندي الجوال اللي فيه الرسائل حقة البيع والشرع حقتهم وليتدولون فيها فراح باذن الله اني اطرحهم عن طريق الجوال هذا قلوا انتظروا الوقت اللي تكون فيه بيعة كبيرة مرة 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 عشان نطرحهم طرحة وحدة وندخلهم السجن كان الاول شي جاف بالي عشان اطرح المهربين ذولي اني اتعامل مع فرقة خارج الولاية حقتي او خارج البلدة حقتي بالضبط لا يعرفون وجيههم ولا اي شي طبعا سعوديم كان يدرس برا فيه ناس كانوا يدرسون معاه يشتغلون في بعض الولايات اللي حولهم اتصل على واحد منهم سلام عليكم عليكم السلام كيف الحال طيب ان شاء الله حبيبنا ما بغى طول عليك فيه مهرب اسلوبه كذا 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 والنصار كذا كذا وفيه مواقف كثيرة ونبغى نطرحهم نبغى نستخدمكم انتم في القبض عليهم لانهم خلاص عرفوا وجيهنا قال واش تبون نوفر لكم واش تبغون قال نبغى توفروا لنا شخص يكون متعاون معنا قالوا ابد تبغى شخص نفس كذا تم وفيه خطة راح اسويها راح ابلغك فيها قال لي ابد تم لا تشيلهم وارسلوا لنا هذا الشخص اللي يسمونا مخبر يكون متعاون معنا ونطرح ذولي يقول حاولنا يمين حاولنا يصار ما قدرنا ولكن خليناه من بينهم عشان يعرف لنا سواليفهم وكاننا شخص مستخدم يقول جبنا الشخص هذا وعلمناه قلت له قال انا ما بغى منك شي ابغاك بس تشتري منهم وكأنك قاعد توصل بضاعة من منطقة لمنطقة قال لي خلاص تمام قمت انا واصرفت معي مبلغ خمسين الف وعطيتها اياه قلت لك انك تشتري منهم يعني احمولات كبيرة الرجال هذي يا جماعة خير توجه لسالم بيع المخدرات السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك طيب المهم انا شخص جاي من المنطقة الفلانية هذي وسمعنا عنك وما ادري ايش وانا شخص مهمتي التهريب انا مهرب على مستوى واش تبي يهرب لك قال كيف مهرب وعطنا اشياء قال انا شتغلت في التهريب فترة طويلة تبيني اهرب لك بضاعة تبيني اشتغلك شي بس هااا ترى لي نسبة قال ابت تم ويتفق بيع المخدرات مع الشخص اللي جبناه من الولاية الثانية قال اسمع في بضاعة بغاك توصلها من منطقة لمنطقة عشان احنا نضمن وندري ان عندك موهبة الشي هذا والمنطقة هذه على المنطقة الثانية تبعد ترى حوالي 600-700 كيلو قال ابت تمام ويجيب سيارة هذه بيك اوب ويحمل فيها الحمولة كاملة ويتصل هذا المخبر المتعاون مع الجهة الحكومية على سعود سلام عليكم سعود كيف حالك طيب سعود الموضوع كالآتين فيهم بيبغوني اسلم حمولة المنطقة فلانية وزي كذا فخلولي الطريق فخلولي امشي زي السلام عليكم طبعا الاتفاقات هذه كلها والحكومة تدري عن الشي هذا يعني مسهلين للامور عشان بس يثبت كفاءته يقول وصل الحمولة بكل اريحية وفي وقت حرفيا قياسي مرة سالم جن جنانة وشلون هذا صار كذا صار يختبره مرة مرتين ثلاث مرات المهم خذ الضمان من هذا الشخص اللي هو بياع المخدرات هذا في يوم من الايام الا سالم قال انا عندي حمولة كبيرة مرة صد صدق حمولة حمولة كبيرة 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 مرة قال وابغاك تجيبها لي يعني ذا المرة مو يرسلها لا يجيبها له من منطقة تبعد عنها ما يقارب 1600-700 كيلو يعني بعيدة مرة 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 قال لابد موضوعك عندي بس كم تعطيني ويعطيه سالم مبلغ ضخم مرة لو وصل حمولة ذي طبعا الحمولة ذي لو انصادت جوا بيت سالم راح تكون نهايته الكبرى المهم متعاون هذا السواء قال تم وياخذ موترة ويتجه للمنطقة هذيك ويحمل حمولة ممكن أضخم حمولة مرت على ممكن وجه الدولة حقتهم ويحملها 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 ويتجه في الطريق طبعا اتفق مع كل نقاط التفتيش إذا مر لا توقفونه نهاية خلوه يمشي خلوه يروح بأريحية طبعا يقول متعاون هذا كانوا حطين معاي أربع أشخاص وكنت أسوي نفسي كذا يعني ذكي بينهم أطلع مرة طريق بر مرة أطلع يمين كأني قاعد أظل الحكومة يقول مهم سقته عليهم أني أنا صدق شخص محترف في التهريب يقول واطلع يمين واطلع يسار واطلع يمين واطلع يسار ليجيني اتصال من هذا البيع الكبير ليبغى البضاعة يقول يتصل علي السلام عليكم عليكم السلام وينك الآن قلت له والله أنا على الطريق يبغى لي يمكن أبو 8-9 ساعات وأنا عندك قال لي طيب اسمعني تحسبني أني غبي عشان تلعب علي وتحسب أن السيارة محملة بمواد مخدرة قدري أنك متعاون مع سعود والآن اللي معك راح يعلمونك كيف يقول لا يضحك ويقفل في وجهي فجأة هذا المخبر يقول هذا الشخص اللي قاعد يسوق السيارة يقول فجأة اللي يمسكونني يخلوني أوقف السيارة ويطقوني طق مطبيعي يوقفوني في نص الطريق العام طبعا خلوني بدون أغراض بدون جوال بدون أي شيء كان سالم هذا ذكي مرة مرة من اللي قال له شلون عرف ما ندري أصلا الطريق كان مراقب من الجهات الأمنية هذه عشان تعرف تحركاتهم وين رايحين وين جايين شوي جت سيارة حكومية وأخذت المخبر هذا ومشت وعرف سعود بهذا الموضوع سعود زاد توتره قال الآن هذا بدأ يكتشفني وأتوقع ذا المرة ما راح يخليني الحل الأنسب أني أختي في فترة ويروح الدوامة ويسك إجازة مدتها شهر ونص ويأخذ عياله ويطلع المنطقة ساكنين فيها أهله يقول سعود والله رجعت واسترحت عنداهلي وقعد تغير جو وأفتك من ضغوطات الدوامة ومشاكلها وبرضو تعب من سالم كل ما سوى خطة فشل فيها كل ما سوى خطة فشل فيها وكل ما حاول يوصل له يحصل الطريق مسدود الموم يقول سعود خلصت الإجازة واخد زوجتي نوره وراجعين يقول أنا معاي موتر بيك أب مرتفع شوي ومجهز وموتر بره يقول رجعت عالطريق وأنا في راسي أقول أقدم استقالتي وفتك من المشاكل وعيش مع زوجتي ولدي وأنا بسلام أو إني أستمر وتحمل المخاطر هذه وحاول أوقف الحالات الإجرامية هذه بقدر المستطاع يقول المهم أنا متجه للمدينة اللي فيها بيتي الثاني خلاص راجع يعني يقول وامر من عند نقطة التفتيش إلا يوقفني العسكري حق نقطة التفتيش وقف 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 ويناظر فيني كذا قال لي أنت سعود؟ قلت له نعم قال كيف حالك سعود طيب قلت له الحمد الله بخير طبعا ما تعرفون عن سعود يا جماعة الخير بسبب أعماله وقوته صار شخص مشهور في المجال هذا صار الكل يعرفه في الكل يسمع أخباره وأعماله قلمهم العسكري يقول من أنت سعود يالسك لا تتحرك ولا شيء قال وش السالفة؟ قال نزل المكتب وبعطيك مخالفة وامش قال ليه؟ قال نزل الآن وأنا رأعلمك ما بغي أكلمك عند عيالك يقولوا سعود نزلت من السيارة وأدخل جوه قال العسكري يقول لي قال لي سعود معليش أنا جاني خبر أن في سيارتك مخدرات استخرب سعود قال لي الشلوم في سيارتي مخدرات قال المهم جاك العلم أنا جاني خبر أن في سيارتك فيها مخدرات يوم شفتك أنت ولكننا جاهزين أصلا لو تتحرك رح نطلق عليك بس يوم شفتك الضابط سعود وقلت هذه استحالة تطلع مننا هذه الأشياء هذا أكثر شخص كافة على المخدرات عندنا في الدولة يقول لي المهم وشو تشوف وش تبغان نسوي عرف سعود الآن أنه مبلي ويبغون يبلونه على الطريق أنه يستخدم المخدرات قال له اسمع عطني جهازك ويأخذ جهاز حقه حق الندى قال أبغى تواصل مع نقاط التفتيش كلهم ويدق للموجة كده ويأخذ الجهاز قال لي هو الآن ضابط سعود ذا أي شخص ماسك الطريق العام لا توقفون سيارتي نهائيا ويعطيهم موديل السيارة بيكب بالمواصفات بكل شيء استغرب العسكري قال وش تبي تسوي قال الموضوع عندي واتوقع جاء الوقت اللي أكون فيه أو لا أكون ويرفع الجوال ويتصل على أخيالي ماسكين قسم مكافعة المخدرات في منطقته سلام عليكم كيف حالكم طيبين الحمد لله قال الآن أبغاكم تتوجهون البيتي شو السالفة قال توجهوا البيتي الآن طيبوا شو الموضوع أبغاكم تتخفون داخل البيت وجنب البيت وتراقبون كل التحركات وخلوكم مسلحين وجاهزين شوي العسكري هذا فهم خطك سعود وعارف وش يبغى يسوي شوي يجي في عقل سعود فلاش باك قبل ما يقارب أسبوعين وثلاث أسابيع سيارتها تعطلت والتعطل هذا يقول كان مفاجئ يقول سيارتي معروف فيها القوة يقول لما رحت للمحل قال لي أنها تحتاج يومين أو ثلاث أيام وفي لحظة تصليحهم للسيارة الخراب موجود في الكبوت ولكن كانت سيارتي فوق الرافعة يقول في تبرمج مخي كذا والعيكيو ارتفع مرة وصرت أدقق في كل لحظة صارت لي في آخر أسبوعين يقول أيقنت أنهم هم لبسيني شي والشي هذا يبغون يثبتونه علي قال لي قاطعني العسكري اللي عندي قال لي ها سعود وش بتسوي قلت للموضوع عندي وبد مشني من النقطة هذه وما يصير خاطرك لا طيب قال لي سعود المشكلة عندك بلاغ قال وش تبغى قال أبغاك تكلم رئيسنا عشان يمشيك قلت لعطي رئيسكم واتصل على رئيسكم سلام عليكم عليكم معك الضابط سعود وعلم الموضوع كامل يقول تعاون معي ولا قال شيف قال أبد مشوه يقول سعود وأرجع السيارة وأنا مبتسم وقاعد أمزح كذا من برا السيارة على ولدي وزوجتي وقلهم عطوني مخالفة كأنها مخالفة سرعة يقولوا المهم وأتمشي على الطريق وباقي ساعتين ووصل بيتي يقول في هذه الساعتين وقفت عند محطتين مرة محطة وقفت عبي بنزين والمحطة الثانية وقفت أشتري من البقالة في شيء لاحظته أن في سيارة قاعدة تراقبني كانت تدخل معي في كل محطة واتصل على أخوياتي وقلت لهم خلوكم جاهزين وزيدوا العدد شوي أتوقع الموضوع ذا المرة رح يكون كبير يقول سعود وأمشي لين أدخل المدينة وادخل المدينة وقل في ميني صاري ميني صار لين وصلت البيتي وقفت السيارة وطفت السيارة قلت مدعيالي ينزلوا نزلوا من السيارة أخلوا البيت أول ما أدخلوا البيت وقفل الباب وأدخل معهم البيت يقول بيتي في الدور الثاني في دريشة أقدر أفتحها شوي وأطل وما أحد ينتبه لي يقول لأطل وناظر يمين وأكلم أخوياي قلت لهم موجدين أنتوا عند الموقع قالوا إحنا موجدي قال وينكم قالوا إحنا متخفين في الموقع لاتشي لهم قال أبد راقبوا السيارة والحين راح يجون يأخذون أغراضهم لأنه ما نصاد في نقطة التفتيش ويحسبون أنها مر سلام وبيجون الحين يأخذون المخدرات اللي ينشبوها في السيارة يقول سعود أبو ممكن 20-25 دقيقة يقول إلا تيجي سيارة وتوقف وتيجي سيارة قريبة لم سيارتي وتوقف ويجي واحد يفرش فرشة وينسد احت سيارتي ومعاه نور كده ومنسد احت السيارة يقول لأسمع صوت شخ 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 المفك وهو قاعد يفك ويستمر ذا شخ 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 حسوا الموضوع أنه أمان يقول لي ينزلون لي في السيارات كلهم ويقعدون يساعدونه يبغون ينزلون تانكي يحطينا جوه السيارة معبه كله مخدرات يقول يوم دخلوا ثلاثة أربعة تحت السيارة يقول لي يطلعون الفرقة هذولي اللي تابع الحكومة ويمسكونهم طاك 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 وفي ناس ثلاثة أربعة تحت السيارة يقول سعود وأطلع من البيت وافتح الباب اللي توه بينزل وأمسكه وش صار الشخص اللي مسكه وهو سالم بياع المخدرات ومسكه بالجرم المشهود إنه قاعد يبلاه ويستخدمه فيه تمرير المخدرات وتهريبها يعني الآن تهمة سالم تهريب المخدرات من بلدة لبلدة ولهنا انتهت قصتنا لهذا اليوم الله العظيم جاءتها خير القصة رهيبة بحداثها الطويلة وأحس والله العظيم هذه ممكن ثالث قصة ورابعة قصة أقول لو صارت فيلم لا لا أتكلم جدا لو صارت فيلم راح تكون من أفضل الأفلام اللي مرت عليه الهنا وصلنا إلى المقطع إذا ما ضغطت على لايك ضغطي على زر اللايك وإذا ما اشتركت شاركنا للوصول مليون مشترك برضو هذا سنابي توني فاتحة جديدة راح تحصلونا تحت في الديسكريبشن أو على جنب هنا في الزاوية وشكرا لك حبيبي وعزيزي المتابع على وقتك الثمين وأشوفكم في ملاه